السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث التجاري شعبة الإدارة والتأمينات التجارية النهاردة ان شاء الله هنشرح درس في السكرتاريا العربية وهي طرق السحب من الحساب الجاري هنشرح طرق السحب من الحساب الجاري أول طريقة الشيك وبعدين إذن الصرف وليه اسمين إما إيصال تسلم نقضية أو إيصال السحب تالت طريقة أمر الصرف وبرده ليه اسمين اسمه شيك خطي أو توكيل مصرفي عام رابع طريقة التحويل الحسابي خامس طريقة الفيزا كارد الطريقة الستة اللي هي الإيتي إم اللي هي البطاقات الممغنطة هناخد أولا الشيك أول حاجة من طرق السحب الشيك تعريفه هو المحرر الذي يسلمه البنك لعملاءه للسحب من الحساب الجاري يبقى هو المحرر الذي يسلمه البنك لعملاءه للسحب من الحساب الجاري هنشوف بياناته أول بيان اسم العميل اللي فاتح الحساب الجاري تاني حاجة رقم حساب العميل في البنك المبلغ بالأرقام في النص بكتب اسم البنك واسم الفرع وبلد الساحب اللي فاتح الحساب الجاري وبكتب ادفعه لأمر السيد اللي هو المستفيد مبلغا وقدره المبلغ بالحروف شيك رقم وتوقيع الساحب اللي ليه حساب جاري في البنك هنشوف تامرين علشان نطبق طريقة الشيك بيقولك للسيد محمد توفيق حساب جاري لدى بنك مصر يبقى الساحب اللي ليه حساب جاري لدى بنك مصر اسمه محمد توفيق والبنك اللي عندي اسمه بنك مصر فرع حلمية الزتون برقم 6-03-1 قام بعدة عمليات اللي هم الأربع عمليات اللي قدامي أول عملية في أول فبراير 2010 حرر شيك برقم 456-2-1 بمبلغ 9000 يبقى هو في أول فبراير ده التاريخ الراجل الساحب محمد توفيق رقم الشيك 456-2-1 المبلغ 9000 جنيه لصالح دي اللي هو المستفيد اللي هيستفيد بقيمة الشيك المستفيد اسمه هاني مصطفى والذي يحتفظ بحساب جاري لدى نفس البنك برقم 6-09-1-9 نحل بقى الشيك قلنا اسم العميل اللي ليه حساب جاري في البنك العميل اللي عندي اللي ليه حساب جاري في البنك اسمه محمد توفيق طيب رقم حسابه هنشوف رقم حسابه اللي هو ستة صفر تلاتة واحد اتنين طيب حرر شيك في اي متى بقى؟ في اول فبراير الفين وعشرة حرروا على بنك ايه؟ بنك مصر فرع حلمية الزيتون طب مين المستفيد؟ قالك لصالح هاني مصطفى هكتب ادفعه لأمر هاني مصطفى ده المستفيد مبلغا وقدره مبلغ الشيك 9000 هاجي عند الارقام واكتب 9000 جنيه هاجي عند المبلغ بالحروف واكتب فقط 9000 جنيه مصري لا غير رقم الشيك نشوف جايبهولة هود المطلوب شيك رقم 456 456 اتنين واحد 456 اتنين واحد مين بقى اللي يوقع لي اللي هو الراجل اللي فاتح حساب جاري لدى البنك اللي هو اسم العميل محمد خطوات صرف الشيك من البنك هاني عايز يروح يصرف قيمة الشيك اللي هي 9000 جنيه هيروح لموظف البنك المختص ويسلمه الشيك والموظف هيراجع الشيك ظاهريا ويقول له امضي على ظهر الشيك باسمك وعنوانك ويراجع ويتأكد من شخصية هاني طبقا لبياناته الشخصية بعد كده هيددي الهاني بعد التأكد من شخصيته هيددي له قيمة الشيك اللي هو 9000 جنيه بس لازم رصيد محمد توفيق يكفي ويغطي 9000 جنيه دول بعد كده هناخد ايه اسباب رفض صرف الشيك عندي سبع اسباب اربعة منهم خاصين اربعة منهم خاصين بالساحب اربعة حاجات خاصين بالساحب وتلاتة خاصة بالشيك ايه اللي اربعة اللي خاصين بالساحب بناء على تعليمات من الساحب بوقف صرف الشيك اتنين عدم كفاية رصيد الساحب تلاتة توقيع الساحب غير مطابق لفيشة التوقيع اللي موجودة بالبانك اخر حاجة اللي موجودة بايه بالبانك اخر حاجة اللي هي رقم اربعة ان الحجز على حساب الجاري للعميل بتاعي يبقى اول حاجة بناء على تعليمات من الساحب ان يوقف صرف الشيك عدم كفاية رصيد الساحب توقيع الساحب غير مطابق لفيشة التوقيع اللي موجودة بالبانك الحجز على حساب الجاري للساحب بتاعي او للعميل بتاعي بعد كده تلات حاجات خاصين بالشيك اول حاجة عيوب ظاهرة بالشيك زي الشيك ممزق او مكتوب بطريقة غير مقروقة تانية حاجة ان الشيك ان الشيك بتاعي غير مسحوب على الفرع او البنك المقدم ايليه اذا كان غير مسحوب على البنك او الفرع المقدم ايليه الشيك ان الشيك بتاعي بنقول ان الشيك بتاعي كمان انتفاء الشيك لأحد أو بعض أركانه القانونية انتفاء الشيك لأحد أركانه القانونية يبقى عندي 3 حاجات 4 حاجات خاصين بالساحب 3 خاصين بالشيك عيوب ظاهرة على الشيك اول ما شفت لقيته ممزق او مكتوب بالطريقة مش عارفة اقراها الشيك اذا كان مسحوب على فرع او البانك المقدم اليه غير اللي مكتوب على الشيك انتفاء الشيك لأحد أركانه القانونية بعد كده هناخد ثانيا اذن الصرف اللي ليه اسمه اسمه ايصال تسلم نقضية ده اسمه الاولاني الاسم الثاني ايصال سحب تعالي نشوف شكل النموذج بتاعه وخلي بالك ان اذن الصرف ان لازم الساحب هو اللي يروح بنفسه ويصحب قيمة المبلغ اللي هو عايزه من حسابه الجاري يعني معنى كده ان في اذن الصرف دي ملحوظة مهمة الساحب هو نفسه المستفيد طب نشوف ازاي بقى اذن الصرف ان الراجل يستحب اللي حساب جاري في البنك هو اللي بنفسه هيستفيد من قيمة المبلغ اللي هو عايز اسحابه من حسابه الجاري بيقولك ايه بقى تعالي نشوف كده تمرين التمرين عندي اللي هو رقم اتنين بيقول ايه بتاريخ اربعة فبراير الفين وعشرة توجه السيد محمد توفيق اللي هو فاتح الحساب الجاري الى البنك اللي هو بنك مصر فرح الميت الزتون وكان بحاجة لصرف مبلغ ستة الاف جنيه يبقى المبلغ عندي ستة الاف جنيه التاريخ اربعة فبراير الفين وعشرة الساحب اللي عندي اسمه محمد توفيقه خلي بالك كلمة بنفسه اول ما شوف كلمة بنفسه يبقى اسم المستند وبيجي ليسأل عليه في التمرين هقول ان اسم المستند ده اذن الصرف ماشي من حسابه الجاري ولم يكن معه دفتر شيكات معهوش دفتر شيكات بيمكن عليه الساحب بين عن طريق اذن الصرف او امر الصرف او التحويل الحسابي وتم صرف المبلغ نقضا بعرفها من كلمة نقضا لان هو اسطال استلام نقضية على النموذج الخاص بلدى البنك قالك رقم اتنين المستند الذي بمجابه تم صرف مبلغ ستة الاف جنيه لمحمد توفيق اذكر اسم المستند اذن الصرف البنك اللي عندي اللي هو بنك مصر فرح الميت الزيتون يبقى بنك مصر فرح الميت الزيتون نشوف رقم اتنين قال لي ايه قال لي في اربعة فبراير يربقى القاهرة في اربعة فبراير الفين وعشر مكتوب ايصال استلام نقضية اول ما شوفوا عارف ان ده اذن الصرف تسلمت بعلمها من كلمة تسلمت من بنك ايه من بنك مصر فرح الميت الزيتون يعني انا خدت من بنك مصر فرح الميت الزيتون مبلغ وقدره كام اللي هو النقضا هنقول فقط ستة الاف جنيه مصري لا غير اسم الراجل اللي اخد اللي هو اسم الساحب اللي هو نفسه اللي هيروح يسحبه ولا يستفيد اسمه محمد توفيق ماشي تعالي رقم حساب محمد توفيق جايين لفوق ستة زيرو تلاتة واحد اتنين هنشوف الجنب التاني بقى المبلغ بالارقام احنا قلنا ان المبلغ ستة الاف جنيه من الراجل الساحب اللي هو نفسه المستفيد اللي ايه اسمه هيكتب مرتين محمد توفيق يبقى ان بيمكن للعميل لو معهوش دفتر شكات ان يسحب من حسابه الجاري عن طريق تاني طريقة من الهية طرق الصرف من الحساب الجاري اللي هو اذن الصرف اللي هو اسمه اصال تسلم نقدية او اصال صحب ده اذن الصرف تعالي التالت طريقة ان يمكن للعميل السحب بيها من الحساب الجاري بدون وجود دفتر شكات حاجة اسمها امر الصرف وليه اسمين بسميه شيك خطي لان بيشبه شكل الشيك وبسميه توكيل مصرفي عام لان انا بعمل توكيل لشخص وببعد جواب بخطاب عام ان يروح يسحب من حسابي الجاري بالنيابة عني مبلغ معين يعني هنا في التوكيل مصرفي عام ببعد خطاب او توكيل عام مع شخص معين انا بسق فيه اللي هو من اللي بيسق فيه اللي هو فتح الحساب بيسق في شخص معين بيكتب له خطاب يروح بيه للبنك ويسحب بالنيابة عنه يعني هنا هنلاقي ان الساحب غير المستفيد الساحب هنا هيكون شخص غير المستفيد اللي عندي تعالي نشوف بقى شكل التمرين ده المطلوب التالت بيقولك بتاريخ 8 فبراير 2010 حرر السيد محمد توفيق اللي فاتح الحساب الجاري امر الصرف عرفت من اسمه هن اسمه امر الصرف لصالح يبقى ده المستفيد طالما كلمة لصالح شركة الشمس للإسكان والتعمير بمبلغ 15 الف جنيه قيمة قصد شراء شقة يبقى عرفنا كده البيانات تعالي نشوف بقى احنا عايزين نعمل حاجة اسمها امر الصرف قالك المبلغ عنده كان بقى 15 الف جنيه هحط تحت المبلغ بالارقام 15 الف جنيه البنك اللي عند اللي انا فتح فيه الحساب الجاري اسمه بنك مصر فرع حلمية الزيتون ارجو ان تدفعوا لأمر السيد اللي هو المستفيد من أمر الصرف اللي هو مين شركة الشمس للإسكان والتعمير ماشي مبلغا وقدره كامل اللي احنا كانت بينه بالأرقام فقط 15 الف جنيه مصري لا غير تعالي وانتوا قيدوا القيمة على حساب الجاري طرفكم رقم اشوف حساب الجاري الرجل اللي جايبه لي فوق اللي هو احنا متفقين على سيدة 0-3-1-2 توقيع مين اللي فتح الحساب الجاري واللي قال لشركة الشمس روحي بالنيابة عني وقدمي الجواب ده واستلمي بالنيابة عني مبلغ 15 الف جنيه طبعا محمد توفي اللي ليه حساب جاري في البنك تعالي بعد كده هناخد رابع طريقة اللي يمكن للعميل السحب من حسابه الجاري بدون دفتر شكا اللي هو التحويل الحسابي يعني ايه كلمة تحويل حسابي؟ يعني عندي له حساب جاري في البنك يطلب من البنك تحويل مبلغ معين للمستفيد في نفس البنك يعني شخصين ساحب حطت حسابه الجاري في بنك مصر فرح المية الزتون وفيه واحد مستفيد هحول له مبلغ معين في نفس البنك بتاعي يعني احنا الاتنين عملاء في البنك اللي هو بنك مصر حلمية الزتون اقدر اسحب من حساب الجاري ماشي الساحب هنا البنك هيسحب من حساب الساحب فحساب الساحب بالتالي هينقص فهيبقى رصيده هعمل له حاجة اسمها اشعار مدين اشعار مدين اللي هو بقول له قيادنا على حسابكم بكتب كده بعمل البنك بيحرر اشعار مدين انه خصب من الحساب الجاري اسمه اشعار مدين او اشعار خاص خصب من حسابه الجاري وقال له قيادنا على حسابكم اللي هو الساحب طيب عند المستفيد بقى في نفس البنك هيقول له إيه البنك هيعمله إشعار دائن وهيقول له قيادنا لحسابكم المبلغ اللي جاي لك من محمد توفيق وده إشعار إضافة بيتميز بعبارة قيادنا لحسابكم هنشوف شكل التمرين اللي هو المطلوب الرابع بيقول لك إيه بتاريخ 25 فبراير هروح أكتب كده القاهرة التاريخ بتاعي 25 فبراير سنة 2010 طلب السيد محمد توفيق على طول روح أوقع اللي هو صاحب الحساب اللي هو اللي فاتح حساب جاري محمد توفيق تحويل كلمة تحويل يبقى هيحول من رصيد الرصيد واحد تاني في نفس بنك مصر فرح الميت الزاتون هيحول مبلغ كام 3000 جنيه عند الأرقام اكتب 3000 أروح هنا أرجو تحويل مبلغ فقط 3000 جنيه مصري لا غير من حساب الجاري رقم حسابه كان كام 60312 إلى حساب السيد المستفيد اللي هو مين أهو لحساب المحامي هاني مصطفى بقى دا المستفيد هنقول لحساب مين هاني مصطفى لدى نفس الفرح نظراً لأتعابه عن خدماته القانونية وقد نفزت العملية في نفس اليوم طبراً رقم بقى حساب هاني مصطفى هلأه في أول التمرين خالص 60919 وتفضلوا بكبول وافر الاحترام في حتة مهمة أول سنة اللي هو اسم البنك بنك مصطفى فرع طبعاً حلمية الزيتون اهى يبقى دا كدق شكل التحويل الحساب وبعلمه بكلمة أرجو تحويل يبقى احنا دلوقتي عندنا طرق السحب من الحساب الجاري إن انا بقدر أسحب عن طريق دفتر الشيكات لو معيش دفتر شيكات ممكن إن انا بسحب بطريقة تانية خالص اللي هو عن طريق عن طريق إذن الصرف اللي بسميه إيصال تسلم نقدية أو إيصال السحب وبعلمها بكلمة تسلم أو إيصال تسليم نقدية إيصال تسلم نقدية بعلمها بالكلمة دي تاني حاجة خلي بالك إن إذن الصرف السحب هو نفسه المستفيد يعني محمد توفيق للحساب الجاري هو اللي هينزل يمضي مافيش مستفيد جديد بعد كده تاني حاجة اللي هو أو تالت حاجة أمر الصرف اللي بسميه الشيك الخطي أو توكيل عن مصرفي السحب غير المستفيد وبعلمها بكلمة إيه عشان أعرف إنه أمر الصرف إنه هو شبه الجواب العادي بقول له أرجو أن تدفعه لمستفيد تاني يعني الساحب غير المستفيد بتاعي وببقى شكل الجواب العادي لو معايش برضو دفتر شيكات بيمكن التحويل من حسابي لحساب شخص آخر بيتعامل في نفس البنك اللي أنا فتح فيه الحساب الجاري وبعلمها بكلمة أرجو تحويل أرجو تحويل بعرف إن ده اسمه تحويل حسابي آخر حاجة اللي هي خامسا خامسا بطاقات الممغنطة اللي هي بسميها الـ ETM الـ ETM هي عبارة عن بطاقات ممغنطة يمكن للعميل الساحب من حسابه الجاري عن طريق مكينات البنك المنتشرة في الأماكن العامة والعميل بتاعي بيعمل بطاقته رقم سري خاص به يبقى دي خامس طريقة للاستحب من الحساب الجاري اللي هي البطاقات الممغنطة الـ ETM وهي عبارة عن بطاقات العميل بياخدها من البنك وبيسحب من أي مكينة منتشرة في الأماكن العامة الخاصة بالبنك وبيسحب منها عن طريق رقم سري خاص به وديا طبعا آخر طريقة للاستحب من الحساب الجاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته